خلي مادم تزبعني ماراوان كيفية؟ يا ماراوان كيفية مشكل يا ماراوان كيفية باتك؟ انت مجمول؟ كبير ترجمة قانون ايه؟ طب زمتك مش عيب لما يقولوا حازن به العطار مات منتحر؟ اكرمني من انه موت على ايدك يا ورا هو ما اي حاجة من الاتنين؟ يا انت بتحول تبقى مجنون زي؟ يا انت اصلا بمجنون زي؟ انا حازن زي العطار؟ ايه؟ مرسين اظن انا كده عملت العلية والخطة مشيت زي ما رسمتها لك بالزبط عدك العيب وانا قد كرامي وانت عارف فلوسك في الحفظ والصورة ايه تحبت شغالهم معي؟ لا انا حبت شغالهم معي انا تمام بكرة الشك يكون عندك فيش مانا بكرة مش بعيد وزي ونظرية سامي بتقول اللي تزكع الدنيا تتغاب عليه تب تهددني يا سامي؟ بعد الشر يا نوجة انا بس بقى وعيكي السر اللي بيننا ممكن يبقى اكسكلوسف عند كل اللي يهمهم الامر فصاري بقى ساعات هعملوا فيك ايه لما يعرفوا ان انت اللي ورا حبس بنت العطار ها؟ ناوي على ايه هتيجي معي دوهري ولا ايه؟ برافو عليكي انا برضو قلت كده ما احد يدري ويني نصيب معاك حبا شوف كانت لمين وفي اخر لحظة مقت لمين كل شي مكتوب ما من ربي ونعمة بالله على اي حال اقوم كلهم ولادك يا شيخ ابو نصيخ لا الخائر ما انوا والدين ولا يبقى مني عندك حق عموما الف مبروك وربنا يتمم لهم بخير ان شاء الله انا يا دوب كده هلعب اتمهل يا رجال هحملك شوية اغراض للبيت مش كل مرة يا شيخ ابو نصير عيب يا رجال هذا واجب العرس ما يترد يا سعد ما تتجوز امني لما هيذل ربنا سعدتك ربنا تماملك بخير ما تعزمني على الفرح ولا لا يوم المنا لما اتطورنا اغاشا ايه عمد لا انا تمام الحمد لله اه عمد أبي عمد ايوة دعمات طب هترغي معاه انت عمد عمد زكري عايز اكلمك تفضل تفضل عمد زكري حبيب ابوك ايه يا حجيك بكلمك تليفونك مقفول يا حبيب اسكت يا عمد الموبايل بايز بس اتطمنا هخل لغتك تشير واحد جديد طيب ماشي كنت بقول لك الرابب تعشق اكلمني وكان عايز القصط فمنساش تعد عليك الدهول والنبي ولا يهمك حبعد محمود بالمبلغ كل الوقت قول لك يا حبيبي هده اخر قصته صح؟ ايوة يا ابني خلاص يا حبيبي اتطمن اعتبر ان العقد اللي اخدرت في جيبنا خلاص؟ الحمد لله تعيش والجيب ووقتك كمان ما تتوساش تقريبا خلصت تشيب كله الأعمال اوه ما انا عارف اضعوش وقت انت وشمس وعايزين تخلاصه مني وقت وحنا عندنا وقت تاني انا عاوزين نفرح بيك بقى اعمال وربنا عاوزين نفرح بيك شابني هانت يا حبيبي بإذن الله امان امان عليك يا عمدة اول ما تمسك الهابي وحتموتك خد معاه سورة سيفي وانت بتموته وبعد هاني عشان يشيل صورتك انت وحطي صورتي حاضر حاضر انا هكلمك كل ما بقى فاضي بإذن الله خلي بالك من نفسك وخلي بالك من شمس وعايزك كل ما تقبل أمل تسلم عليها طيب يا حبيبي ما تشيلش همنا انت اللي تخلي بالك من نفسك يا عمال يا عم ماروق وكلمني كتير عشان بقى متطامن عليك فاهم؟ ماشي يا عمال حبيبي السلام يا حبيبي ألف السلام رب الله أحروصك يا ابني الشوحنا بلا تتحرك دلوقتي يا فنم جميع القوات تذهز جاهز يا فنم ابعت إشارة لكل الكمان والتمركزات اللي موجودة بالاستعداد والتعامل الفوي استعدوا يا شوحنا عراب التوصل خليكم في حالة استعداد اضرب على طول دلوقتي بقى ممكن تقوليلي اللي أنا عايز أسمعه اسمه أمير أمير سليم خليها تتصل لي مش بيرد كويس أنا مش مستعقل خالص المؤمن منتي بقى تستحملي لغاية ما أقول غاية بلوت يا بوس إيدك أنا مليش ذنب في أي حاجة أنا معرفش ما بينك وما بينو إي مش من مصلحتك إنك تعرفي خد أخذ طب أمير 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 سلامة قاعد لحظك ليه؟ جيت في وقتك فاكرة فاكرة لما أقول تجي إنك عايز اشتغلي في الأكشن أو أقول لفكرك أو أقل فكرك حاولك ده الدرس الأول حعلمك إزاي تمسك خيوط اللعبة مثل مرة دي هعلم ملك نظري بجبت؟ اللي بتعمله ده؟ لما تشوف العرايس وبعدين تشوف اللي حيحصل في الأرض هتعرف اهمت اللي علمته لك النعار ده الليلة كبيرة الدنيا دي أصلها مولد فيها كل أصناف البشر العمدة المعلم بتاعلي نصيب صاحب السرك وبيع الحمص عشان كده بيقولوا خرج من مولد بلا حمص؟ بالزبط كل واحد يعدي على المولد بياخد حمص إلى الفاري بيعدي مبيخدش أي حمص طبعا أنت أكتر واحد بتحب ده كل حمص الحمص ده كله بتاعي بس أبهم يتنفسوا عليه أنا اللي بدي أقولهم بس بحساب متى اللي بدينا ندخل المولد؟ موسى موسى بس بحساب بس بحساب موسى كنتين يا ابن العطريين إيه زيت زيتين إحنا في يوم والأيام كنا أخوات كنا كنا يا موسى وأنت برعتش الأخوة اللي ببننا تزعاش معليش هودية اليوم إلا كفر فيها عن زنبي أبو علي أستغفض العصب عمار بابا هو ما فيش شبكة هنا أنا مش عارف أتصال سيمك من الاتصال دلوقتي عايزك تجايز نفسك علشان هنمشي نمشي نمشي طب والفرح إنسى الفرح احنا هنمشي فوراً هو فيها بابا في حاجة بتحصل مش عارفها بس مش مريحاني عشان كده هنمشي على طول شكراً فاكر يا حسن فاكر الحكاة اللي كان بيحكاها لنا سميح وإحنا صغارين قبل ما ننام الحكاة اللي كان بيحكاها لنا عشان نخاف نطلعوا بالردار فاكر راجل الله اللي كان بييربسسوا هدول وبيستنى الرجال الزين على النيل عشان يربطه وبيستلبه ويرميهم في الميا فاكر ولا نسيت كنت بتخافه مني الراجل ده لكن أنا لا أنا كان نفسه قابله قابلته يا موسى؟ دورت عليه موسيقى